الأمل بالعمل شعار الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي بشار الأسد الحقيقة ما كتير فهمت شو يعني الأمل بالعمل ممكن يخمن أنه لأن كانت المناشدات من أشهر لهلها من قبل أطراف متعددة أنه يقول له أملنا بشار أملونا بشار فهو يرد عليهم قال لهم الأمل بالعمل يعني أنه اشتغلوا هلا مع الأحداث اللي عبت صير طبعا بفلسطين الأحداث المأساوية والمعاناة اللي عبت يشهدها الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وكتير من المدن الفلسطينية فيني أقول بكل يعني موضوعية وأمانة وعدالة حتى بأنه استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا هو أم الجرائم في هذا العصر يعني هذا الموضوع في كتير من الموضوعية والعدالة وبالإضافة للمعاناة اللي عم نعيشها واللي هي يعني ممتدة لسنين طويلة مضطرين مثل ما حكينا قبل الانتخابات وقالنا يا ريتي عملوها على الساكن نتحمل يعني تفتيق تفتيقات النظام على الشعب فوق كل ما يعاني من معاناة يعني مختلف الاتجاهات من عدم استقرار الأمني للجوع على الحالة الاقتصادية المتردية لعدم وجود فرص العمل إلى آخرين فبيجيك مثل هذا الشعار يعني بتحاول أنه أنت تعود تفك طلاصمه حتى يعني حتى الشعار بتشوفه عبارة عن دوائر ملتوية وحروف دوائر متداخلة وحروف ملتوية ومنيح لحاطين لنا كتالوك لحتى نفهم شو هذا الشعار إذا منشوفه بهال يعني الشرح المتحرك نفهم آه هاي الأمل اليسار بالعمل وهي خطوط للتأمل بلكي ما بعرف شو شو له معنى خطوط للتأمل وهذه هنا ثلاثة خطوط على اليمين لضرورة الشعر عفوا لضرورة الشعار حتى يطلع متوازن مثل ما قلنا تفتيئات يعني ما بضروري يكون إلى معنى وإذا بدأ ناخده فعلا عم حمل الجد ونفهم معاني ما بيلامس ولا يعني بيقترب من أساس المشكلة المصيبة الكارثة يلي عم نعيشها في سوريا ما له علاقة بالحالة السورية ولا بمعاناة السوريين بهالوقت مشكلتنا نحن بسوريا مول عمل نحن كل عمرنا شعب شغيل ومبدع ويعني وكل السوريين يلي طلعوا لبرة عملوا قصص نجاحة كبيرة يعني معروفين عنهم السوريين بيشتغلوا أكثر من غيرهم بكتير ما لنا شعب كسلان ولا بحاجة لحد يقلنا أنه لازم نشتغل يعني أو الأمل بالعمل يعني موضوع ما له علاقة فينا لا من قريب ولا من بعيد وإذا من راجع الصفحة الرسمية للحملة يعني نشوف صور يعني خرجة تكون العودة إلى المدرسة يعني مو الشيء بتعلق بحالتنا السورية يعني هال هيك الهففة والنظافة وهالجاكيت الطاير حقيقة أنا كتير يعني حاولت تفهم كيف هيك طاير يعني لازم واحد يكون ماشي بسرعة تسعين كيلو متر لتطير جاكيته بهالطريقة ما فهمت كيف يعني مزبطينها ولكن وقت واحد يشوف الصورة هيك بيشوف أنه العودة للمدرسة أو من هذا القبيل مو حلة الأزمة والمشكلة السورية بكل تفاصيلها يلي بتعرفوها طبعا والأحداث بفلسطين ماشي ولكن أجت بتوقيتها بمثابة افتتاح الحمل الانتخابية لبشار الأسد لا شك وهذا الموضوع بكل صدق طبعا منقوله الشعب الفلسطيني عبر ما يجري اليوم وخاصة الفلسطينيين الساكنين في كل المدن المختلطة وفي غزة وفي الضفة بيستحقوا كل تعاطف ومساعدة وأصلا مشكلتنا ومشكلتهم واحدة ومصيبتنا ومصيبتهم واحدة يعني نحن ما فهمنا حتى لليوم شو ما بيصير ولكن أجت هالأحداث كحملة انتخابية أو بداية الحمل الانتخابية لبشار الأسد ورجعت قصة المقاومة وسلاح المقاومة وتصدي المقاومة إذا منتذكر بكل الأحداث من مئة سنة لهلأ دائماً وقت يصير فيه اشتباكات أو معارك أو حرب بين المقاومة وإسرائيل تطلع المقاومة منتصرة بكل الأحوال وتسجل انتصار على إسرائيل وإسرائيل على فكرة ممكن تعطيهم هذا الشيء لغايات معينة مثل ما حكينا بالتجين مبارح استثمار القوة استثمار قوة العداء لصالحها مرة بتتمسكن ومرة بتعلن انتصار هي ما بهم ما هي مهم تحقق نتائج على الأرض والنتائج على الأرض واضحة من مئة سنة لهلأ حكينا فيها أكثر من مرة ورغم كل ما كشف حول موضوع المقاومة اللي صار بده هو مراجعة ضروري الراجع بعد اللي صار بسوريا بعد ارتداد معظم الفصائل الفلسطينية المقاومة على الشعب السوري بعد ارتداد مقاومة حزب الله على الشعب السوري لازم هذا الموضوع يفتح لنا عيوننا أنه المقاومة بالنتيجة وليس بالقلب بالعقل ليس بالقلب نحن قلوبنا مع فلسطين وقلوبنا مع حالنا مع سوريا مصيبتنا اليوم أكبر مصيبة فلسطين ولكن بالعقل ما هي فائدة المقاومة وما هو مبرر وجودها ومو كل الأحداث اللي صارت إذا راجعناها وإذا تطلعنا على النتائج على الأرض هي عبتكون مجرد ذريع لحتى إسرائيل تتمدد وتتمدمد وتدمر كل ما يحيط بها لتعيد تشكيل وإنشاء المنطقة بما يعني تقتضيه مصالحها ومصالح حلفاء أو من وراء يعني هذا السؤال لازم نحن نسأله ولكن بيجي هالحدث هذا الحدث الساخن بنسينا الحدث أو النزيف البارد الصامت للشعب السوري طبعا السوشيال ميديا اليوم كلها والوسائل الإعلام تضج بما يحدث بفلسطين بدون مبالغة أنا على اليوتيوب طبعا لأنني بظل بشوفه على القناة عندي شوفي ما فيه طلع لي مشهد انهيار أو استهداف المبنى في غزة أحد المباني أكثر من أربعين مرة بكل وسائل الإعلام يلي بتقطر على بالكون بتعرفوها يلي ما بتعرفوها طبعا هذا الموضوع يعني هو مأساة بنرجع منقول السكان والفلسطينيين إن إخواتنا نحن شعب واحد ومصيبتنا واحد لحتى ما حدا يزاود علينا ولكن السؤال ماذا عن المباني يلي هدمت على رؤوس أهلا في سوريا مبنى اثنين عشرة ألف عشر آلاف مئات آلاف المباني يلي هدمت على رؤوس السوريين ما شفنا تغطية مماثلة وعلى فكرة كمان إلى اليوم النزيف السوري موجود ولكن مع الأسف تعودنا عليه وأنا قتلكم بفيديو سابق أخطر ما يمكن أن نواجهه في هذه المرحلة هو التعود أن نصير المعاناة هي الجو العام يلي هو هو الشيء السائد يلي لا يستحق أن يكون خبر يعني مثل شنون في جو غائم وجو حار وجو ماطر نحن الجو عننا في سوريا عبر السنوات الماضية هو المعاناة وبالتالي لا يستدعي جذب وسائل الإعلام والتغطية اللي عبر تصير فنهدمت بداية بإدلي بنقصف معبر بالشمال ماتوا أطفال بالألغام خطف اغتيالات ناس ماتت من الجوع معظم الشعب السوري تحت خط الفقر مئات آلاف السوريين وينكن الملايين في المخيمات عم يموتوا بالبرد والشوب ملايين السوريين مثلي ومثل غيري موجودين بالمنافي ما بيحسنوا بقى يزوروا بلدهم ولا أهلهم هذا صار عادي هذا صار لا يستحق التغطية صار الحدث بارد ومن الطبيعي في حال كان في منطقة مستقرة مثل فلسطين وصار فيها حدث ساخن جديد يتم اهتمام وسائل الإعلام فيه اليوم بتشوفوه على كل النشرات الأخبار بينما نحنا من سنوات طويلة صرنا الخبر الأخير إذا كان الخبر موجود يعني مع الأسف وبيجي هيك موضوع لحتى يتركنا من سيين أكتر ولحتى يرفع من شأن الأعداء الحقيقيين لنا كشعوب عبا أحكي يلي هي الأنظمة ويلي بيلتف حول هالأنظمة بكل المسميات ميليشيا ومقاومة وغيره من هالمسميات يلي لازم صرنا ندرك بأنه هي بحاجة لمراجعة وأنه نحنا نتخذ مواقف منها بناء على العقل متما ألت وليس القلب مع الأسف هالحدث اللي عبي يصير بسوريا واستمرار عفوا هالحدث اللي عبي يصير بفلسطين واستمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا أنا مثل ما قلت هو أمة جرائم إذا كانت ما يحدث في فلسطين جريمة هو أمة جرائم أساسا إذا بدنا ناخد بالأحصاءات ضحايا الأزمة السورية خلال عشر سنوات أكبر بكتير من ضحايا ما حدث في فلسطين في كل التاريخ الأزمة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية على كل المناحي من القتلى من المهجرين من المعتقلين بكل المناحي وهذا ما بيعني أنه نحنا ما نهتم بالقضية الفلسطينية ولا بالفلسطينيين مرة تانية نحنا بس عم نذكر بمصيبتنا ومأساتنا وما يكون هذا ذريع لحتى ننسى ننسى حالنا والله في ناس صرت وقت عب بحكي عن سوريا باليومين وثلاثة الماضيين ببعتولي بالتعليقات وبالرسائل الخاصة الوقتك أنت عب تحكي لي على السوريين وعلى شو شو صار بفلسطين طيب نحكي ما شو صار بفلسطين بس ما رح ننسى مأساتنا ولازم دائما نذكر ونصر أن هذه المصيبة وحدة هي مصيبة شعوب المنطقة في مواجهة الأنظمة وأعداء هذه الشعوب وما يلتف حول الأنظمة لازم اليوم المقاومة الحقيقية أن نقاوم أن نصير مثل البلدان المنسية نقاوم أن نصير مثل البلدان المنسية شو هي البلدان المنسية البلدان التي صارت المعاناة هي الطابع اليومي لحياة الناس فيها الصومال أفغانستان والعراق واليمن واليوم على الأسف سوريا لسه يمكن قدامنا فرصة بسيطة ولكن ما كتير كبير هالفرصة وما كتير في وقت عنه كبير لحتى نستغلها اذا ما استغلناها وعرفنا نتصرف راح نصير مثل هالبلدان المنسية وتصير المعاناة هي الطابع اليومي الموت والطابع اليومي الفقر والعوز والجوع الطابع اليومي والمرض الطابع اليومي يلي لا يستحق حتى انه نظهر على الشاشات التلفزيون وفي وكالات الاعلامية حتى بخبر شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة